أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفلا يتدبرون القرآن أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها فمن رحمة أرحم الراحمين أن جاءت الآيات لتقرر في مسألة الرضاع فالقرآن قلّى الشيء اللي وذكره يتعلق بهذه القضايا للقضايا الدعاوة على النبي صلى الله عليه وسلم قال وأحل الله البيعة وأحرم الرباء لأنه هو الذي يملك هذا الحق وفي سورة براءة فضح للمنافقين بخطاب عجيب هذه الآية أيها الإخوة الكريمة وما بعدها قوله تعالى وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمِ وَلَا هُدَى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ في الآية الأولى في أول السورة قال وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَنِيدٍ إذ لم يكن عندهم قد يحتمل أن لا يكن عندهم أدلة تدل على ذلك أو لم يستبينوا الأمر وقد تكون الآية في صنف منهم وهم الأتباع الذين يتبعون ولذلك قال وَمِنَ النَّاسِ مِنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَنِيدٍ فهي في الأتباع الأولى في الأتباع الذين يكذبون من غير علم وإنما هم على سنة ومن التي أتبعوه من رؤسائهم وشياطينهم والآية الثانية هي في صناديدهم أو في المصرين منهم ولهذا جاءت بعد بيان الأدلة بعد قولها أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث وبعد أن قال ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير فما يكذب بعد ذلك إلا مصر معاند ولهذا فهذا في الصنف المصر المعاند قال وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ لاحظوا ولا هدى ولا كتاب منير ليس عندهم أدنى حجة بعد ذلك أولئك ليس عندهم علم إنما هم يتبعون وهؤلاء مصرون مع البيان التام وليس عندهم لا علم ولا هدى ولا كتاب منير ليس عندهم علم بدليل من الواقع أو مما علموه أو مما علموه ولا من قبل من أمم سابقة ولا هدى اهتدوا فيه بمن كان على ملة صحيحة ولا كتاب منير بين أيديهم يقول أن ذلك غير ممكن وهو البعث فليس عندهم أدنى دليل فقطع هنا عنهم الأدلة التي قطع عنهم حجتهم فلهذا هذه الآية تقطع على كل إنسان مكذب بالبعث كل سبيل في حجته قال الله عز وجل ثاني عطفه وهذا تمثيل لماذا لتكبره يعني إنها المقصد مقصد التكبر والإصرار والعنات ليس إلا ثاني عطفه يعني مثل إنسان ينصرف يثني عطفه يعني يميل عن من يحدثه إعراضا واستكبارا عياذا بالله ليضل عن سبيل الله يعني أنه يحاول إظهار الاعتراض ليس ليضل نفسه فقط وإنما ليضل عن سبيل الله ولهذا كان هذا يدل على أن الآية في الكبراء الذين يضلون الناس عن سبيل الله قال الله عز وجل له في الدنيا خزي وهذا يؤكد لنا أن من اتخذ سبيله إضلالا للناس وسعى في ذلك فإن الله سيخزيه في نهاية عمره أو في أي حال من أحواله قال الله عز وجل ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق ونذيقه أي نجعله يوم القيامة يذوق عذاب الحريق المحرق الذي سيحرقه قال الله عز وجل ذلك بما قدمت يداك ما الذي قدمته يداه هو إضلاله للناس وكفره وإصراره وعناده وإنما جعل له الخزي مقابل استكباره وإصراره فكما كان في الدنيا مستكبرا فإنه في الآخرة عند الله عز وجل في حاله في خزي وذلة ومهانة قال الله عز وجل وأن الله ليس بظلام للعبيد أي إنما كان ذلك كان له من العذاب والخزي ليس إلا من نفسه باستكباره وعناده وإعراضه ثم قال الله عز وجل ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير يطمأن به وإن أصابته فتنة ينقلب على وجهه هذا أيها الأخوة في صنف ثالث من هو نعم المتردد في الصنف المتردد الذي دخل الدين لمصلحة دخل الدين لمصلحة لما رأى الفتح والغنائم ورأى ما عليه المسلمون من خير وعز دخله ليجد عندهم العز والمنفع والمصلحة يعبد الله على حرف هو يريد المصلحة فإن وجد ذلك وإلا انقلب على وجهه ولذلك قيل أن هذه الآية نازلت كان يقيل أنها نزلت في رجل قدم المدينة فأسلم وقال إن ولدت امرأته غلاما ونتجت خيله قال هذا دين صالح أن بعض الناس يكونوا هذا حاله وإن لم تلد امرأته ولم تنتج خيله قال هذا دين سوء فتركه على شفى جره في نهار ومن الناس من يعبد الله على حرف يعني على جانب كاد أن يسقط كمثل إنسان يقف على حافة جبل قريب أن يهوي لم يستمكن في مكانه ليقوى دينه فلذلك قال الله تعالى على حرف أي على جانب فإن أصابه خير من منفعة دنيوية الخير هنا منفعة دنيوية إما مغنم أو صلحة حاله واغتنى وأنتجت خيله فاطمأن به اطمأن به ورضي بالدين قال الله عز وجل وإن أصابته فتنة ما المقصود في الفتنة هنا مقصود فتنة أن أصابه شيء أضر به وصار سببا في فتنته في دينه وانصرافه عن ذلك قال الله انقلب على وجهه ولم ينقو انقلب على عقبيه للدلالة على كمان انقلابه وليس هو انقلاب فقط رجوع وإنما هو سفول وهوي كمثل إنسان كان واقفا على حافة جبل ثم هوى على وجهه فهو انقلب على وجهه بمعنى أنه قد كان في سفول وهوان تام بعد أن كان في علو وخير قال انقلب على وجهه ولهذا قال خاسر الدنيا والآخرة وإنما قال خاسر الدنيا والآخرة لأن هذه الدنيا التي قد يصيب منها ما يصيب بانقلابه ستكون وبالا عليه يوم القيامة لأنها سبب في انصرافه عن دين الله عز وجل وذلك هو الخسران المبين اي وربي إنه لخسران مبين خسر الدنيا والآخرة ماذا بقي له لم يبقى عنده شيء وليس له إلا خسران تام في الدنيا والآخرة قال الله عز وجل يدعو من دون الله يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه هذا حال من انقلابه انقلب فكان حاله يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه يعني هو انقلب هل وجد شيئا إنما وجد من يدعوه من دون الله ما لا يضره ولا ينفعه ذلك هو الضلال البعيد أي لم يكن على شاء من انقلابه لو كان انقلابه على شيء من البقاء في شيء من دينه لكنه انقلب إلى غد ذلك تماما بعبادة غير الله عز وجل وعبادة من لا يضره ولا ينفعه ثم قال الله عز وجل تأكيدا وانتقالا وارتقاءا في حال من يدعوه قال يدعو لمن ضره أقرب من نفعه هذه المعبودات التي يعبدها إنها تضره أقرب من أن تنفعه وهي لن تنفعه لن تنفعه بأي شيء تنفعه لكنه على احتمال ذلك قال لمن ضره أقرب من نفعه وأي شيء تضره تضره أولا بكونه عبد غير الله وأنه يستحق بذلك النار وتضره بأنه لن يجد فيها ما يرجوه من نجاة أو فلاح أو رزق أو غير ذلك ثم قال الله عز وجل أقرب من نفعه هل لها نفع؟ قد يقال لها نفع من حيث أنه يتكسب بها هذا نفع من منافع الدنيا لكن هذا النفع مآله إلى ضر مآله إلى ضر لأن هذا المكسب الذي يكسبه من وراء بيعه وشرائه في ما يعبد ما يعبد دلله هو كساد عليه وخسارة في الآخرة ومكسب حرام قال الله عز وجل لبئس المولى ولبئس العشير لبئس المولى ولبئس العشير لماذا قال لبئس المولى ولبئس العشير؟ لأن المولى يرجى منه إيش؟ النصرة والعشير يرجى منه ماذا؟ أن يجد خيرا وقوة وتمكنا فلم يجد نصرا وتأييدا ولم يجد أيضا خيرا وقوة وتمكنا من ذلك لذلك لم يكن على شيء من الأمر لبئس المولى ولبئس العشير قال الله عز وجل إن الله يدخر الذين آمنوا وعملوا الصالحات هذا انتقال من حال من؟ من حال الذين يعبدون غير الله إلى حال الذين يعبدون الله وهم المؤمنون لكن لم يأتي السياق عطفا على أولئك لماذا؟ جاء السياق ابتداءا بالتأكيد بإن الله يدخر الذين آمنوا إظهارا لشأنهم وإكراما لهم وتمييزا لهم إن الله يدخر الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار هذا في بيان شأن المؤمنين ومن عادة القرآن أيها الأخوة أنه يذكر حال المؤمنين ثم يذكر حال الكافرين أو عكس ذلك هذا من عادة القرآن ترغيبا وترهيبا وهذا معنى قوله مثاني يثنى فيه الشيء وضده فذكر هنا ذا حال الكافرين ثم ذكر حال المؤمنين قال الله عز وجل إن الله يفعل ما يريد ما سر اختتام الآية هنا في حال المؤمنين قوله إن الله يفعل ما يريد ولم يقل إن الله كريم رحيم أو ذو فضل عظيم أي على المؤمنين قال إن الله يفعل ما يريد ما مناسبة ختم الآية بذلك نعم أحسنت إن الله يفعل ما يريد يعني يهدي من يشاء إلى الإيمان فيدخله الجنة ويضل من يشاء من الناس فيدخله النار فهو يفعل سبحانه وتعالى ما يريد في بيان أقسام الناس وإحوالهم قال الله عز وجل من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغير هذه الآية من الآيات التي أشكلت على كثير من المفسرين أشكلت على كثير من المفسرين لوجود الضمائر الضمير فيها ولعدم ارتباطها المباشر بما قبلها قال الله من كان يظن أن لن ينصره الله ينصر من؟ أين ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال من كان يظن أن لن ينصره الله من هو؟ هل ينصر هنا الرسول صلى الله عليه وسلم؟ أو الإنسان نفسه؟ فيه خلاف فيه قولان فيه قولان والأظهر الله أعلم عندي أن أنه يعني ارتباطاً بالسياق الذي قبله أن المقصود من كان يظن أن لن ينصره الله نفسه أن ينصر الله عز وجل الإنسان لأنه ذكر قبلها أحوال من يعبد الله على حرف وهو لا يدري هل ينصره الله أو لا ينصره الله أو أنه يتباط أو يتباط نصر الله عز وجل فجاء السياق هنا بقوله من كان يظن أن الله لا ينصره بهذا الدين و لا يغنيه و لا يرزقه و يقوي من شأنه فليذهب ما يشاء فليفعل ما يشاء فضارب هنا قال فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع ثم ما هي السماء هنا قيل هي السماء المعروفة تعجيزا له أين يذهب ليس له غير ذلك إلا الله عز وجل إن كنت قادر أن تصل إلى السماء فاربط بها حبل ثم تعلق به ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغير وإما أن يكون المقصود بالسماء هنا السقف السماء بيته وهي السقف فليربط حبلا ثم ليشرق نفسه و يذهب فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيط هل يذهب ما في نفسه من الكيد مما لم يجده عند الله عز وجل لن يجد شيئا و قيل المراد من كان يظن أن لن ينصر الله رسوله والمؤمنين فليذهب ليمدد بسبب حبل إلى السماء ثم ليقطعه فلينظر هل يذهب كيده فلينظر هل يذهبن ذلك كيده ما يغيط هل يعني ينتقم من الرسول صلى الله وسلم أو يقطع أمر رسول الله صلى الله وسلم كلا على كل حال الآية دالة على المعنيين و إن كان المعنى الأول أقرب لارتباطها بالسياق و الله تعالى أعلم قال الله عز وجل و كذلك أنزلناه آيات بينات و أن الله يهدي من يريد المقصود أي مثل هذا التبيين الذي بيناه قبل بالأمثلة و الشواهد الواضحة أنزلنا آيات بينات أي أن الله عز وجل أنزل كتابه تبيين للناس و توضيحا لهم لأن لا يكون في نفوسهم شك أو ريب أو تردد أو حجة أو برهان أو شبهة فالقرآن بيّن واضح يزيل كل ريب و كل شك و كل شبهة لكن الله عز وجل لا يهدي به إلا من يريد و من يهدي الله عز وجل بكتابه إلا من أقبل عليه و صدق الله عز وجل في طلب الهداية و آمن بهذا القرآن حقا و أيقن به و ابتغاه هدى فإن الله عز وجل لا يهديه إذن هذا القرآن بيّن و واضح لا يمكن للإنسان أن يجادل فيه و ليس له بعده حجة لكن لا يهتدي به حقا إلا من آمن به و صدق وأقبل ثم قال الله عز وجل إن الذين آمنوا و الذين هادوا و الصابئين و النصارى و المجوس و الذين أشركوا إن الله يفصل بينهم إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد ما مناسبة هذه الآيات أو هذه الآية لما قبلها لما ذكر أحوال الذين يعبدون و يدعون من دون الله و من الناس من يجادل و من الناس من يعبد الله و ذكر أحوال المؤمنين و ذكر جزاءهم ذكر أنه سبحانه وتعالى هو الذي يفصل بينهم يوم القيامة فأورد معهم كل من كان على ملة من المؤمنين و من المشركين فقال إن الذين آمنوا و الذين هادوا و الصابئين و النصارى و هؤلاء من من آمن بالله عز وجل كانوا على دينهم الذي هداهم الله تعالى إليه ثم ذكر في مقابلهم المجوس الذين جعلوا لهم إلهين إله الخير و إله الشر و المشركين الذين جعلوا لهم الأصنام آلهة فهؤلاء و هؤلاء يفصل الله بينهم يفصل الله بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد وهذا بيان للحكم بين العباد يوم القيامة و أنهم فريقان كما أنهم في الدنيا فريقان كذلك هم في الآخرة فريقان ثم قال الله عز وجل بعد ذلك ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات و من في الأرض و الشمس و القمر و النجوم و الجبال و الشجر و الدواب و كثير من الناس و كثير حق عليه العذاب و من يهن الله فما لهم مكرم إن الله يفعل ما يشاء لاحظوا أيها الإخوة أن الله عز وجل ذكر هذه الآية بعد ذكر الفريقين و قد قلنا أن السورة هي في مظاهر التعظيم لله عز وجل الباعث على التوحيد و الإيمان و الخضوع و الإخبات لله سبحانه وتعالى فذكر هنا سبحانه وتعالى في مقابل هؤلاء المشركين الكافرين المعاندين المصرين ذكر في مقابلهم أن الكون كله يعبد الله و يعظم الله و يخضع لله عز وجل و لذلك عدد الأفلاك هنا و المخلوقات فقال ألم ترى و الحديث هنا خطاما للنبي صلى الله عليه وسلم أم تعظيما للأمر الذي وردت فيه الآية أو لكل من قرأ هذه الآية أن الله يسجد له أن الله يسجد له يعني يتذلل له و يذل و يخضع و يطيع فإن المخلوقات كلها تسجد لله خضوعا و طاعة و انقيادا و استسلاما له سبحانه وتعالى كما قال الله عز وجل إذا السماء انشقت و آذنت لربها و حقت أي حق لها أن تأذن و آيات خضوع الأفلاك لله عز وجل كثيرة و آيات السجود التي ذكر فيها سجود الخلق أيضا متعددة لكن هذه الآية تعدد لنا عددا من الأفلاك قال الله و من له من في السماوات و من في الأرض جميعا و الشمس و القمر و النجوم و الجبال و الشجر و الدواب هذه المخلوقات العظيمة التي منها من هذه المخلوقات من تعبد من دون الله عز وجل هي مسخرة لله وتسجد فأين من يعبدها و أين من يعظمها عن الإنقياد و السجود لله عز وجل ولاحظوا أنه ذكر ابتداء أفلاك فيها عظمة فيها في خلقها أيضا و كبر الشمس و القمر و النجوم في ارتفاعها و أيضا و خلقها و الجبال ثم ذكر الشجر ثم ذكر الدواب لاحظوا هذا التدرج تدرج من عظم الخلق إلى أدوان الخلق و أضعف الخلق الدواب بعمومها من أضعفها من أقواها إلى أضعفها كلها تخضع لربها عز وجل ثم قال و كثير من الناس أن يسجد و كثير حق عليه العذاب لماذا حق عليه العذاب لأنه لم يسجد و لم يخضع لم يقل هنا و كثير لم يسجد لا يسجد بل جاء بعقابه و جزائه فقال و كثير حق عليه العذاب ترهيبا له و تعظيما لما كان عليه و تخويفا له ثم قال و من يهن الله فما لهم مكرم لما أنه لم يخضع لله عز وجل و يذله فإن له المهانة من الله عز وجل و ليس له كرامة عند الله تعالى و لذلك أيها الأخوة كلما تذلل الإنسان لربه و خضع و أظهر الافتقار إلى ربه كلما عظم و اقترب من ربه كلا لا تطعه و اسجد و اقترب فإن السجود هو أقرب الأحوال التي يكون فيها العبد من ربه عز وجل لتذلله و خضوعه فكلما هان الإنسان لربه و ذل له و خضع كان ذلك أعظم مقاما عند ربه سبحانه وتعالى و لهذا الصحابي الجليل الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم و رفقته في الجنة قال أعني على نفسك بكثرة السجود التذلل لله الباعث على رفعة الدرجات عنده سبحانه وتعالى قال الله عز وجل إن الله يفعل ما يشاء مظهر من مظاهر القدرة حكم سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء من إكرام المؤمنين و إهانة الكافرين من إكرام المؤمنين و إهانة الكافرين و لذلك جاء بعدها ذكر أحوال الكافرين و أحوال المؤمنين و جزائهم في الآخرة فهو سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء بحكمه و بخلقه و بجزائهم و أحوالهم في الدنيا و في الآخرة ثم يواصل السياق الحديث عن حال أهل النار و حال أهل الجنة في جزائهم في قول الله عز وجل هذان خصمان اختصموا في ربهم من هم الخصمان؟ نعم الخصمان فيما وردت فيه نزول الآية ما جاء عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه أنه كان يقسم أن هذه الآية نزلت في حمزة و صاحبي علي و عتبة بن الحارث الذين بارزوا عتبة بن ربيعة شيبة بن ربيعة و الوليد بن عتبة يوم بدر ف قال أبي ذر يقسم بالله أن هذه الآية نزلت فيهم لكن هل الآية نازلت تنفيهم مباشرة أو هي تمثل حالهم اختلف المفسرون هل الآية نازلت فيهم مباشرة أو أن أبي ذر رضي الله عنه يقصد أن هذه الآية تمثل هذين الصنفين وهذا هو الأقرب والله على وهذا اسلوب السلف في آيات النزول يقول لنزلت يقول لنزلت فيه مباشرة وإنما هو مثال لها هو مثال لها وكما تعلمون وذكرت لكم في مجلس سابق وهذا للفائدة أن أكثر تفسير السلف بالمثال أكثر تفسير السلف بالمثال لماذا بالمثال لأنهم أهل عمل وتطبيق فيرون الحالة التي تشبه هذه الآية فيفسرونها بها وهذا مما يدل على أنهم رحمهم الله ورضي عنهم أهل عمل تدبر وعمل فلذلك قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله وتعالى أن الاختلاف بين السلف اختلاف تنوع لاختلاف وتضاد لأنه بالمثال وهو كذلك في تفسير النبي صلى الله عليه وسلم لو خرجنا قليلا لأن هذه المسألة مهمة لمن أراد أن يستفيد ويقرأ في تفسير السلف فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد جاء في عدد من الآيات فسرها بالمثال وليس تفسيره عليه الصلاة والسلام هو حاصر لها في هذا المثال إنما ذكر أظهر الأمثلة في ذلك وأكثرها التصاقا به مثل ماذا من يذكرنا من تفسير النبي صلى الله عليه وسلم بالمثال نعم أحسنت من القول الله عز وجل وأعدوا لهم واستطعتم من قوة قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إن القوة الرمي ألا إن القوة الرمي فهل المقصود بالقوة الرمي فقط أم لا فإن قلنا هو الرمي فقط إثباتا لأن ذلك تفسير عن النبي صلى الله وسلم فيشكل عليه أن الله تعالى قال وأعد لهم ما استطعتم والإعداد في المستطاع أن الإنسان يعد كل أنواع عدة الحرب ومنها الرمي فلماذا خص النبي صلى الله وسلم إذن لماذا خص النبي صلى الله وسلم الرمي لأنه أقوى الأسلحة وأنفذها وأهمها فأرشد النبي صلى الله وسلم إليه أمته كذلك في قوله عليه الصلاة والسلام في تفسير المغضوب عليهم والضالين باليهود والنصارى هل هذا حاصرهم فيهم لا وإنما هم أظهر الموجود في من تمثل هذين الوصفين فيدخل فيهما ما شابه وما كما ذكر الشيخ الإسلام كذلك فسر النبي صلى الله عليه وسلم إن الشرك لظلم عظيم في قوله الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم فسر الظلم هنا بالشرك فهو أظهر الظلم لكن يدخل فيهما دونه بحسب الظلم فيه فهذه فائدة نفيسة أي الأخوة في تفسير السلف النبي صلى الله عليه وسلم والسلف الصالح وهي كثيرة في ذلك ونستفيد من هذا أي الأخوة أن السلف رحمهم الله أهل عمل وأهل تطبيق وما أجمل وما أعظم أن نتمثل هذا المنهج في أنفسنا فإذا جاءت آية تمثلها الإنسان في حياته في أي مثال يفعله تفسيرا في ذلك ولذلك فسروا السابقون منهم السابقون أن قالوا الذين يسبقون إلى الصف الأول الذين يدركون تكبيرة الإحرام أمثلة على ذلك فحري بنا أيها أن نتخذ هذا منهجا لنا فكلما جاءت آية نفسرها واقعا عمليا في حياتنا هذا إذا أردنا أن ننهج منهج السلف رحمه الله في التفسير وفي تمثل كتاب الله عز وجل وتدبره نرجع إلى الآية قال الله عز وجل هذاني خصمان هم خصمان في الدنيا بكورهم على دين مختلف فهؤلاء على دين الإيمان والتوحيد وأولئك على دين الشرك ولا شك أيها أيها أخوة أن كل اثنين اختلف في وجهة النظر في الاعتقاد سيختص مان حتى أن ابن عباس رضي الله عنه لما قرأ هذه الآية قال كاد أن يقتتل أو يكاد أن يقتتل لماذا لأنه إذا اختصم وكل منهم على دين مختلف وعلى حال مختلف واعتقاد مختلف أدى ذلك الاختصام إلى القتال فكأنه فهم منها أن هذه في الخصومة التي تصل بهم إلى القتال وهذا الذي جعل أبو ذر رضي الله عنه مفسرها بمبارزة علي رضي الله عنه لعتبة وشيبة والوليد قال الله عز وجل هذان خصمان اختصموا في ربهم ما معنى اختصموا في ربهم ما معنى اختصموا في ربهم اختصموا اختصموا في ذات ربهم وصفاته والإيمان به فهؤلاء كفروا بالله بإشراكهم وقالوا نحن على الحق وهؤلاء آمنوا بالله وصدقوا به وحده لا شريك له فهذا معنى اختصامهم في ربهم عز وجل فهؤلاء على حال من الاعتقال والدين يظنون أنهم على الحق وأولئك خلافهم فالذين كفروا هم الصنف الأول المكذب المعرض الذين جاء سياق الحديث السورة عنهم كثيرا قطعت لهم ثياب من نار يا ذنب الله قطعت لهم ثياب من نار فثيابهم وما يلبسون في نارهم نار يا ذنب الله في مقابل ذلك ذكر الله تعالى حال المؤمنين ما هو مقابل في حال المؤمنين يحلون فيها من أساور من ذهب إذن ذكر الله تعالى جزاء الصنفين بجزاء فعلهم وعملهم فهؤلاء قطعت لهم ثياب من نار وهؤلاء يحلون فيها من أساور من ذهب أو أنها لباسهم فيها حليل قال الله عز جل يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصب من فوق رؤوسهم الحميم إياذا بالله وتصوروا هذا المشهد العظيم الفضيع أيها الأخوة أنه يعذبون بالنار ويصب من فوق رؤوسهم الحميم أي النار الحار الذي يغلي منه دماغ الإنسان بل يحرق الإنسان فما أفضع هذا المشهد لا يعذب بالنار فقط وإنما يسقى حميما ويصب من فوق رأسه الحميم ثم قال الله في وصف هذا الحميم الذي يصب على رأسه يصحر به ما في بطونهم والجلود وهذا الرأس الذي هو موضع عقلهم وكلامهم وسمعهم وإدراكهم كان أحرى بالعذاب لأنه موضع من مواضع التكذيب هذه الجوارح التي جعلهم الله تعالى لهم الأفئدة السمع والبصر والعقل واللسان وهذه الأفئدة هي الأحرى بعذابهم يوم القيامة قال الله يصحر به ما في بطونهم والجلود هذا الحميم الذي يصب من فوق رؤوسهم يصل إلى أحشائهم بطونهم وجلودهم فتصحر ثم قال الله عز وجل في زيادة عذابهم ولهم مقامع من حديد لهم مقامع فوق ذلك الحميم يقمعون فيها مطارق من حديد حار مصلي بالنار يقمعون فيها ويضربون أيها ذنب الله ثم قال الله كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق فليس لهم مخرج من هذا العذاب وهذا الحال الذي هم فيه ولن يخفف عنهم العذاب ليس لهم أن يخرجوا منها من غم أي أنهم يعيشون مع هذا العذاب في غم شديد عذاب نفسي وعذاب جسدي قال الله عز وجل أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق أي المحرق فما أعظم هذا الوصف الشنيع أيها الأخوة لأولئك المكذبين المصرين على عبادة غير الله وعلى التكذب بآيات الله عز وجل ونسأل الله عز وجل أن يفقنا لما يحبه ويرضاه صلى الله وسلم على نبينا محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفلا يتدبرون القرآن أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها فعلى المسلم أن يجسنب هذه الكبار ويتعاهدها ولن يجسنبها ويتعاهد تجنبها إلا بأن يتعلم متى ما رابيت فهو محرم وداخب هذه الآية تعلم علم اليقين أن الله تعالى له الكمال المطلق وبيده الخير كله وعنده خزائن السماوات والأرض فحينها ليس لك سبيل إن كنت عبداً صادقاً مؤمناً أن تتوجه لغير ربك شكراً لكم شكراً لكم